موسيقى لماذا انت محتاجة الوجبة دي والشوفان لما تأتيك تعمل الرجيم وتخسر في الوان اولا مشباعة جدا وتعود في مددك لفترة طويلة صحية ليكي والجسمك سهلة وسريعة ولذيذة واخيرا ممكن تكليها كل يوم في الرجيم وانت في تخسيه موسيقى بسرعة عشان انا جاتلي اسئلة منكم وانتم وكنتم محترين في انواع الشوفان وبجيلي دايما اسئلة بالموضوع ده الشوفان انواع كتير في السوق مثلا المركز دي انا بسط فيها جدا وكيسر لكن كمان الشوفان نفسه في انواع نتلاقوا في انواع كتير من نفس المركز في الشوفان ده اللي هو كامل حبة انا مش عارفة اسمه ايه بالعربي او ايه ترجمته لكن هو بيبقى كامل كده الحبة شوفوا الحبية كاملة فده بيبقى عمول ببخار وتصنيع فيه قليل جدا عشان كده هو اكتر حاجة صحية في الانواع كلها من الشوفان بيشبع لفترة طويلة جدا وبيبقى فيه الياف عالية كمان فبتساعد ان الجهاز الهضمي بتاعنا يبقى شغال بطريقة صحية والياف عموما بتبقى كويسة النوع التاني ده مصنوع بطريقة تانية مش هعود اكلمكم في تفاصيل التصنيع لكن بيبقى مكسر شوية وده من المركات اللي انا بحبها وبرده ده من مميزاته عن الاولين انه هو بيبقى سهل الهضم ده بيبقى صعب الهضم فبالتالي بيبقى حلو انه هو يقعد في معدتنا وقت طويل بيبقى نشويات معقدة فبالتالي بيشبهنا الفترة طويلة جدا لكن برده بيعمل لو اخدنا بطريقة زيادة بيعمل عصر هضم والتاني سريع الهضم كويس على المعدة مش بيعمل ابدا انتفاخ ولا تحس بانتفاخ بعد ما امتكيه فانا عملت ايه؟ هعمل خليط ما بين الاتنين علشان اخد فايدة ده وتجنب سلبياته واخد فايدة التاني وتجنب سلبياته انه هو مجوعش على طول لو عرفته اوضح لكم فهحط معلقة تاني من كامل الحبة فيه كسرولة هجيب كسرولة وديه بقى المقذير هقولها لكم وهحط ثلاث معالق من المتكسر انا بحب يعني اه ممكن يبقى فيه قلياف اقل لكن كده كده برضه فيه قلياف من المتكسر التاني لكن انا مش عاوز احصل للسوق هضم علشان احرق والحرق عندي بقى كويس والمالة بقى كويسة وكل حاجة تبقى كويسة ومعدة تمتص كل الفيتامينات والحديد انت استخدم حليب اللوز نباتي انت استخدمي حليب لنسبك نص دسم كامل الدسم او خالي الدسم شوفين لنسبك واستخدميه هرفعه على النار على نار هادية واقلبه من حين لاخر كده بالسباتيولة وهياخد مني حوالي ثلاث اربع دقاية وهورهوركو شاكله ادري الوقت بقى كريمي والسبب ان هو بقى كريمي قوي كده انا استخدمت النوعين من الشوفان مش كامل حبة بس والحليب تماما فطبعا دا يرجعلكم ممكن تستخدموا كل مياه ممكن تستخدموا كل حليب دا يرجعلكم هحط هنا شوية من الارفة الارفة حلو او بتدي طعم حلو للشوفان وفي نفس الوقت ما بترفعش سكر في الدم وبالتالي بتخليش عاوزها حاجات حلوة كتير طول اليوم هحط هنا تلت موزة كبيرة او نص موزة صغيرة حطتها مع سخنات الشوفان فتبقى كده تربع مستوية فمن البخار بتكارمل كده تدين طعم حلو هنا استخدمت الناس تستخدم معلقة عسل او اي تحلية تانية سيلة علشان انا عاوزة كمان الالياف الموجودة في الموز تشبعني اخد البوتاسيوم الحاجات دي مهمة قوي ان انا اخد بيتامينات من الفكح كمان وتشبعني لأقصى الدرجة فانا عاوزة اخد هي هي نفس الكلوريس او الصورات الحرارية وفي نفس الوقت اوصل لأعلى درجة من الشبع لان الالياف الموجودة في الموز نفسه بيشبع كل الانشويات اللي فيه كل ده هن اخد معلقة عسل فيها نفس النسبة لكن برضو التنويع احيان برضو بياخد عسل فده ما يخلنيش استغني عن العسل او دبس خطيت هنا معلقة كبيرة من زبدة اللوز انا احيان بستخدم زبدة فول السوداني كتير بستخدم ماكس ما بينهم او بستخدم ممكن تستخدموا معلقة زبدة او معلقة سمنة كل دي دهون تخليكوا شبعانين ده فترة اطول لكن انا عموما بحب زبدة اللوز او زبدة فول السوداني بالنسبة لي انا مع المزيك ده احسن وبحط هنا خمسة يديني كمان الياف بيتمينات ومن المكسرات نفسها وتشبعني كمان فترة طويلة وكده ده الطبقة كيميل طبعا حطيت كده كم شريحة من الموز انا من الثالث موزير كنت مقطعها بس عشان التزويق ويبقى الشكل كده مبهر لازم الشكل يبقى مبهر على فكرة الطعم يجنن بشبعني الفترة طويلة جدا اكدر متو تتخيلوا المزيج ما بين الاثنين بالطريقة دي بالمكونات دي بتخلينا شبعانين بتخلينا نخس بسهولة بتخلي الاكل ممتع وطعموا الكنن جربوا انتو صحابكو انتو اولادكو انتو عريدكو خلوا الاكل الصحي طابع كده في حياتنا واحنا كمان منخسوا نعمل رجيم الوجبة دي هتساعدكم بترفعش السكر طول اليوم وكمان تساعدكم ان انتو تبقوا منتظمين طول اليوم في الاكل وبالتالي تخسوا على مدار الاسبوع والشهور اللي جاية شكرا انيكم ولو طبقتوا الوصفة دي استعدني تصوروها طبعتو هالي على انستجرام هنزهر لكم دلوقتي ما تنسوش تعملوا الشير لو اعدكم الفيديو لكل صحابكو عشان هما كمان يستفيدوا وتعملوا اللايك عشان دايك بيستعدني جدا وانسوش تشتركوا في القناة عشان دايما يوصر لكم اول باول كل الوصفات السلام عليكم وحمد الله وبركاته